جسم كاملين مع حضراتكم كلامنا عن معرض الكتاب وهيئة الرقابة الإدارية بتشارك لأول مرة في المعرض وعملت لقاء جماهيري لها مع رواد المعرض لاستعراض استراتيجية الدولة لمنع الفساد دي المشاركة الأولى لهيئة الرقابة الإدارية من خلال الجناح المقام في معرض القائرة الدولي الكتاب في دورته رقم 53 بالفعل هي المشاركة الأولى ولكن لها توجهات وغايات مهمة جدا كان تواجه السيد الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ان احنا نقيم جسور وصل ما بيننا وما بين المواطنين بشكل مباشر وفاعل وتلقائي وفعلا الحمد لله قدرنا ان احنا نكون متواجدين احنا بنعزز قيم كتير جدا منها نشر قيم النزاهة والشفافية المشاركة المجتمعية إجراء الحوار المجتمعي أعضاء الرقابة الإدارية وقفين ومعاهم المواطنين من كل فئات المجتمع من الرجال والنساء من الشباب والأطفال في جو ثقافي مبهج وتواصل جميل مجتمعي بيسألونا وبنرد عليهم بنعرض عليهم التجارب الموجودة وبنعرض عليهم الأجزاء بتاعة الجناح متكاملة عشان يعوى دور هيئة الرقابة الإدارية ودور تنفيذ جهات الدولة كلها في الاستراتيجية الوطنية المكافحة الفساد الجناح احنا مقسمينه لمجموعة أقسام القسم الأول فيه بنتكلم على الاستراتيجية الوطنية المكافحة الفساد بنسختها 2014 و2018 بنتكلم على حاجة جديدة من حق المواطن نوى يحصل عليها وهي نفذت وبنحاول أن نستعود هذا الإصدار وهو المتابعة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن عام 2020 بنستعرض برضو فيه جزء خاص بدور هيئة الرقابة الإدارية في دعم الاستثمار عشان نبين المواطن وفئات المجتمع المختلفة الدور اللي بتقوم به هيئة الرقابة الإدارية ليس فقط مكافحة الفساد وإنما أيضا تنشيط الاستثمار الجاد ودعمه بقول لكل الفئات من المجتمع المصري تعالوا شاركونا في جناح هيئة الرقابة الإدارية يعني هنسعد باستقبالكم وحتسعدوا بالنشاطات اللي بتقوم بيها هيئة الرقابة الإدارية ويعني هنبقى سعداء بكم يعني عايز الأسر المصرية كلها بكافة أطيافها تتواجد معانا في معرض القاهرة الدولي الكتاب طبعا دي أول مشاركة لهئة الرقابة الإدارية في معرض القاهرة للكتاب زي ما حضرتك وتابعته مهم جدا يكون فيه تواصل ما بين هيئة الرقابة الإدارية وما بين المواطنين عشان يعززوا قيم النزاهة عشان يوضحوا استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وحصلتها على مدار السنوات الماضية اعتقد مشاركة مهمة جدا في المرض صحيح احنا منتكلم طول الوقت عن التنمية والحوكمة لكن كل ده هيكلل بالنجاح مع مسألة مكافحة الفساد والحقيقة دي مش وظيفة بس هيئة الرقابة الإدارية لا هي يعني جهود يعني من كل القطاعات بالتوازي وأولهم هو المواطن العادي مسألة النزاهة ومسألة ان الناس ما تستغلش منصبها علشان تتكسب منه بطريقة غير شرعية مسألة غاية في الأهمية والتوعية بيها وخصوصا للشباب الصغير اللي لسه بيبتدي حياته دولة معظم زوار هم أغلبية زوار معرض الكتاب شئ غاية في الأهمية فكان ضروري الحقيقة مشاركة زي دي تكون موجودة داخل رؤيقة معرض الكتاب